جدد تحية لكم مشاهدينا يمكن خبرنا القادم وليد عن أياد الكويت البيضاء حيث تواصل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الكويت جهودها بالتعاون مع مؤسسة القطاع الخاص لتوفير المبالغ الضخمة لتوفير متطلبات العيش في دول اللجوء نعم في هذا السياق أقيمت حققة نقاشية في بيت الأمم المتحدة لإبراز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاستجابة الإنسانية اللازمة للاجئين في المنطقة التفاصيل في هذا التقرير ونستمع له أمام عبء الأزمة السورية ووجود أكثر من نصف اللاجئين المشتتين في دول المنطقة دون عمر الثمانية عشر عاما تنصب على كاهل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مسؤوليات وتحديات جسيمة تحاول جاهدة تثليلها من خلال دعم القطاع الخاص في لفتة إنسانية تجسدت بحلقة نقاش جمعت كبار رواد القطاع الخاص والخبراء في الكويت هناك الكثير من الشركات التي تركز على إشراك الشباب في ريادة الأعمال وتعطي فرصاً للشباب مسألة الشباب في المنطقة مسألة مهمة بالنسبة لنا قبل ظهور مشكلة اللاجئين والآن الوضع أصبح أكثر صعوبة مع ظهور مسألة اللاجئين هذا النقاش الأول من نوعه في الكويت تلاه التوقيع على مذكرة تفاهم تمتد على مدار ثلاث سنوات وتهدف إلى تأمين فرص التعليم للأطفال اللاجئين المنتشرين في المناطق اللبنانية دور القطاع الخاص أساسي جداً بالاستجابة لحالات اللاجئين والحالات الإنسانية اللي عم بتسير بالمنطقة الاتفاقية اللي وقعناها هي بتهتم بقطاع جداً مهم هو قطاع تعليم للأطفال يلي هني مستقبل مستقبلنا ومستقبل منطقتنا ومستقبل سوريا خاصة للأطفال السوريين في لبنان بالأمس وقعت المفوضية اتفاقاً لدعم اللاجئين في العراق واليوم بتوقيع هذه المذكرة تفتح باب الأمل أمام أكثر من عشرة آلاف طفل بالعودة إلى المدارس ومتابعة تحصيلهم العلمي جهان حبيب تلفزيون دولة الكو